أتمنى أن نلقى بوابة الحين وندخل معها يعني الو... السلام عليكم وليا بجاوبكم مخته جديد اليوم بجاوبكم ما ينكروا الحلقة الرابعة طيكم العافية جميعا على الدعم الخراف اللي قاعد تقدمونا شكرا لأي واحد قاعد يشترك يفعل زر التنبيهات سوي لايك يكتب كومنت أقسم بالله شكرا 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 جزيلا ما نطول عليكم خلونا ندخل في الحلقة طيب اشتوينا انه في هذا المكان أول شي مثل ما تشوفوا ما عدروه حاليا قاعد أفكر اني سوي بوابة ثانية عشان زومبي سبونر مثل ما تشوفون هناك هذا الزومبي سبونر وحاولت اني أجمع لفل وجمعت اللفل اللي يبغاه الحمد الله طيب عندنا هنا بكاكس عندنا أغراض فخلونا أو شي نسوي بوابة ثانية اللي هي نفس اللي عندنا اللي فوق هذي طيب الأغلب قاعد يقول ليش ما تخلي هذي كذا أكبر عشان الانفنتري تكون باينه صراحة مزعجة والله يمزعجة مرة من هذه أربعة أنا أحبها تكون ثنين أحب صغيرة ولا كبيرة بس الأغلب يبغي يشوف الانفنتري وأنا أشوف ان كذا يال والله مرة كبيرة فخلونا على ثنين بس نجيب حبة تبسيديا نخلي هنا ما أبغى تبسيينسي ثري خلونا نجيب درو بروتكشن ثري هنا بروتكشن ثري وش سالفة دبسترايدر 2 خلونا ناخذ دبسترايدر يعني أقرب شي دبسترايدر حالة بدون بروتكشن بدون شي طيب خلونا ناخذ البكاكس فورتكشن ثري أوكي والله أني أبغى فورتكشن ثري هنا طمع صح هذا بريكينك ثري طيب خلونا نطور تبسيليت على البنا بطلع تطوير كويس إن شاء الله ما أدى شوية مع فورتكشن ثري ليش مبقاعد يطلع طوير أفضل من كذا فشينسي ثري ما أبغى فشينسي آيفي يا رب ما يهسي الكتاتشة فورشن فورشن ثو حلو حلو فشينسي فور عندنا بريكينك ثري لكن الحين ناقصنا كتاب فورشن ثو حلو مرة دي بس يبغانا لفل صدقون نشيل الدرو حقتنا نرميها لان ما نبقاها خلاص لأقولكم تجيبوا البنطلون الحالة ندخل بوابة حقة النذر عشان لا يا طيب والله بالغلط ندخل بوابة النذر عشان جمع بس اندربير سنطور السيف بعد حلو لاغلب قال ان هذا المكان حقيك اللي رسبنت فيه يعتبر جدا نادر فالحمد الله اللهم لك الحمد ما دي شون كذي صار مكاننا نادر بس الحمد لله كي نضبطت معنا لأول مرة في الحياة اوكي هذا مكان النذر انا منقرم التطويرات حقة البوتس والله القظيم قهر دبث سترايدر الحالة ليه خلونا نمشي من هنا منطقة الزرقها حدي تقولون انها نادرة هات الحبة هات الحبة نرقع فوق عشان ما نضغط بالغلط ونسوي تليبورت نذبح ثنيه زيادة معنا شان نضمه كذا حبا ما طلع مننا شي والله ما دي شون مات هو بس اوكي هات الحبة وعطانا فطر بعد مجاني حلو ممتاز انه ما معنى لوتنج وما طورنا السيف نسيناه اصلا ما بقى يطح في الماء الماء لافا والله ما نزل الاسف طيب حاليا معنا حبتين نكفي يعني البوابة حقتنا انا كان ودي ان يجيب ثلاثة اربعة والله حاسب بوابة كبيرة بزيادة ولا نشيب الكرافتنج حبة اندربيل حبة ابوسيديان حبة هذا الشي قطنا الكتاب والحين نسوي كذا نكتب زومبي حلوين خلصنا حين نروح للمكان الحقي gaza منحطة عنده بالضبط هذا الشي أامنا نسمىه وكل شي خلاص امرنا طيب ان شاء الله certainly 100 متر نسنقل فيه على طول يعني صاح اني ما ضبطي الزو وواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا ايمت looked at the Zomby Resmos علىها القرويين والحين تركزنا على وش على هذا الشي عني لازم نطور حمد الله ابغى اجيب الكتاب تبين فورشل و تجيب المندنق معهم طيب خلونا نفضي هذا المكان شوي من المكان شوي يعني صغير يبغى لن نحط هذا الشي عنده عشان يبدينا نتنقل على طول أنا شوف إنه مكان مناسب صراحة حلوي هنا و يسوتر كمية الأشياء اللي هنا طيب خلونا ندخل هنا نجمع شوية لفل أو شي نسوي تشيست نسينا تشيست ستقول ودي نجمع صوف خلي فوق عشان ما الأغراض تنشب يعني هذي ما أدل أشي قاعد تنشب كذا جمعنا لفل مثل ما تشفوه 42 حاليا و شو نسوي تك و 2 خشب و نحط سلاو هنا يطلع لنا الغرينستون الغرينستون هذا ليش نبغى أصلا أنا قاعد أحاول أني أشيل شي واحد منهم من ذولي فخلونا نشيل هذا الشي اللي ما رح تسيد منه لا كذا حلو كذا حلو حلو أوش نجيب السيف و نحاول نطوره نشوف الشي طلع معنا نوكباك 2 نوكباك 2 و هنا عندنا بروتيكشن آيفي خلونا نطوره ممتاز جدا طيب عندنا شبعد نقلنا نبغى نشيل هذا الشي اللي هو البوت نبغى نطوره تطوير ثاني فنشيل البوت من هنا ناخذه بدون تطوير نطوره مرة ثانية بلاست بروتيكشن آخ نادر يحسنها سيئ هذا شاربوس آيفي ممتاز مرة ما هذا؟ بدون لوتن بدون لوتن طيب خلونا نطور البوت بروتيكشن ثري نطور هذا الشي فتنس ثري خلو نطور بروتيكشن ثري نبغى ثري حلو 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 يعني نريد أن ندبس سترايدر و ما نقدر نجيبه لأسف يعني خلونا نطور هذا الشي آخر شي الحين فورشن ثو والله إني ما أدري صراحة سجيب فتنس ثري للأسف للأسف كما أبغى ثنين اندرمان ماذا؟ سنشوف قوة سيف حقنا دايموند حبتين دايموند طيب زي ما قلنا عندنا سيف دايموند نقدر نطور الحين انه يطلع زي التطوير حق هذا لوتنك 2 والله بجيب بجيب بك هك ثاني بشوف ش يطلع التطويرات كذا لازم نستغل هذه اللحظات كلها سنشوف ش يطلع معنا يا رب يطلع معنا سيكتتش فورشن 2 أوكي أوكي والله بطور صراحة إن هذا لو أدمج مع هذا خلاص إلى النهائية وما بعدها أتفكر إنه خلي هذا حق التكسير عادي وهذا الفورشن هذا ما أجمع مع بعض يكون شيء سطوري الله يبي يكون شيء سطوري يشين سينا نجيبها اللي هو كتاب المندنك عشان ندمجها مع الفورشن لأن الفورشن نضطر إنه نكسر البلوكات حق الأورات ونجمع منها لفل والليفل هذا الله حصل لها بكاكس نفسه فأخلو إنه نرجع مرض هانية كتاب المندنك نحط على هذا البكاكس نكتب هنا فورشن وبونكس روت ها ما اتفقنا يا شباب لازم نروح نجيبي واحدة ثانية ثلاثة بلوكات ونجيب هذا هنا حلو ورجع إلى آيرون الباقي حلو لا رجع أوكي إنه كان عندنا هذا المندنك فنضيف عليه البكاكس الثاني هذا يطلع معنا إفيشين سي بي فورشن ثري بريكك فري مندنك يا شيخي لبي شوف بستخدم إنه الليفل مر كثير عندناكم أور هنا ولا هنا أيوة خشفت دائم مندن الآيرون وهذا الشي كم يطلع منها أوكي هنا ثنين لابز هنا ستعشر جولد ثلاثة آيرون راح تصليها لطول لدينا فيها أكس بي وبو خمسة عشر من حبة حلو طلع حبتين الحمد لله نسوينا فورشن عشان يمكننا نكسر هذا الشي حبة حبة حبتين ممتاز الجولد ستعشر حبة خلنشوف كم يطلع مننا في النهاية طيب في شي لازم نسويه اللي هو نجي معنا تشست طيب وش راح نسوي الحين؟ الأغلب قال لي في الكومنتات في المخطأ اللي راح أني يوم أطلب من لافا الاندربيرل أعطاني اندربيرل كان يستخدمها كان يستخدمها الوال حقه اللي هو تنقل فيه زي كذا فقررت أني أهدي لافا هدية راح نهدي ناتش عبل غولدن ناتش حبتين فرو كوين وأربع حبات هذا الشي أنا ما أدل كيف يكون شكله في التشست طراحة بس خلونا نسوي كذا أربعة كذا وغالب أنه بيكون شي هنا في النص بس ما أدلوش قد أفكر بلورود أنا ما في شي في بالي صراحة بس نعطي نامتاك والله يستاهل صراحة يستاهل لأنه أضحه بشي استخدمه فأنا أشوف الشي هذا استاهل أن يسوي كذا كرو كويني ميني سار أربعة نامتاك يو والله موجود تعال تعال والله عليك والله سفري وصلها سفري ما أحتاج أن نروح ونأتي جابها لين عندنا وإنه كمان أحبه يعني نبدينا سوي تنقل الحين ونروح ندلافة ونعطي الهدية هذا الباب أوكي حتى عند الباب بالضعف أشياء ما يدخل ونكتب هنا سمول كيفت نكتب هنا شرطة يسى اللوم ما أحتاج أن نكتب حقه لمندربير خلنا نسوي كذا سمول كيفت يعني لون برتقال يبين أنه حقتي يعني أنه مني عن النتش ترى شي عالمي شي اسطوري بس والله أنا يستاهل وسوي كذا يدفكر أن أسويها بطريقة ثانية بس ما أدري شو يسوي واحد وثنين نيمتاك هدية مو كلفة بس يستاهل والله طيّم مثل ما تشوفون جمعت لفل جيت بطور السيف طلع لي لوتينك 3 مع شاربنس آيفي تعرفون شو سيفي؟ شاربنس آيفي بريكك 3 ماشتوا مع بعض طلع لي سيف أسطوري جدا 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 الحمد لله يا رب لوتينك 3 بدون كتاب بدون شي شي اسطوري وهنا بعد ماشت بكاكسين كانوا كلهم بريكك 3 وطلع معنا البكاكس الأسطوري بريكك 3 نطور الأكس يطلع معنا بريكك 3 ويا رب بريكك 4 ما أبغى سلكتاتش ما أبغى شي ليه؟ شانا مسوي لك يا أخي شانا مسوي لك؟ الله لا شيء تطويق صراحة طوّر برداني شو بش يطلع شوفوا بشينسي 4 نجمع لبل بسيط كذا من سبونر حقنا والله كمية الغراضة اللي هنا ترى جامدة يعني فيه رأس تيكن فيه إهجاد فيه ريش مثل ما تشفوه جمعة ريش شاشة غريبة قادة تصير هنا ما أدوش الرأس من الغريبة دي أخيرا أخيرا لبل ثلاثين الأكس بي في سبونر جدا بطيق ما أعجبني صراحة غالبا الشباب قريب يروحون للإند بيقاتلون التنين وبيصير عندنا الليفل أسرع بكثير وعيون لندرمان موجودة كشي موجودة نطور الأكس مرة ثانية هل لنا طلعنا الحين الأفشنسي ما طلعنا باقي كل حالة طلعنا أفشنسي بدون نبريحينك ما ديش الفائدة صراحة والله العظيم هديش الفائدة مثل ما تشفوه معي كمية بون ميل حلوة راح نجمع خشب قد ما نقدر راسبن هذي هنا ونجيب هذا الأشياء هنا ألو وايت هشواء على بالي باس بلوك تيكت وش ده طيب خلونا نرسمك كده عشوائي عشان ما نخرب على المكان وبنفس الوقت يطلعنا اللي هو النبتة حقه اللون هذا يعني ودي أجمس بروس صراحة بس أنا ودي أخلي ستايل كل المنطقة اللي عندي بنفس اللون هذا لون الخشب هذا البرتقالي غالب أني بستمر على هذا الشيء يمتها ما أدري صراحة أجبت البون من المحل عبدالله وواندد ترت منه 16 بلوكة بون ميل بلوكة البون ميل وتجيب كرافت ويتحطها هذي كده راح يطلع لك هذي بلوكة يبيع منها 16 حبة فقررت أني أجيب منها ستاك اللي هو 16 حبة أني أحتاجها مرة 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 في أني أزرع هذا الشيء وبنفس الوقت راح أحتاجها في أني أزرع ويت أحتاج ويت قد ما أقدر أي لأني أحتاج بلوكات أحتاج ويت طبعا أغلبكم يعرفوا الشيء يكسد اللي يعرفها يكتب في الكومنتات يعني نشوف غالبا اللي مركز راح يعرف على طول حتى بدون ما أتكلم طيب زي ما تلاحظوه كبرت الانفنتري زي ما تبون صراحة بالنسبة لي كده مزعج شوي بس أحاول عود نفسي عشان أنتو تشوفون لأنها باليوتيوب أغلبكم يشوف من شاشة صغيرة فمو بقعد يشوفوا شمعي من أغراض بنفس الوقت الأغلب يقول نبغى أشوف الانفنتري وباير صراحة حتى لو مزعج حاول عود نفسي لو بسر اللي يصير في منطقة خاصة بالنذر رايت ليفل أنا ما دي شون كده المنطقة بس أتوقع أن F3G زي كده يطلعون البلوكات حقة النذر رايت يعني نقدر نطور دروعنا تصير نذر رايت تصير أقوى والله ما دي كيف طريقة تجميع صراحة بس نحاول نجمع يعني فيها كمية اكس بي مطبيئية وبنفس الوقت نحتاج الدروع القوية النذر رايت حتى ما نضطر أن نجيب دائما تكل شوي أوه كوارتس هلا 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 أنا قاعدا بحذب بشكل صحيح صراحة ما أدري بس نشوف نجرب كسر بلوكتين أوه والله كوارتس جميع صراحة والله كوارتس طيب يعني هذا لو كسرا في البيت بيطلعنا لفل أسطوري والله البكاكس 5 أسطوري بشكل يا ساتر هذا هو أولوبي أولوبي الحمد لله الحمد لله ما في بلوكات حوله والله الحمد لله لقين بلوكتين سبحان الله يا أخي سبحان الله يا أخي أحاول أن يطلع أروح المكان هذا حق البواب حقتي لأنني ضيعت البوابة الرئيسية اللي جيت منها الله يا رب يا رب في زيادة سوالله العظيم شي جميل يطلع لنا بلوكات حلوه من هذا الشي اللهم لك الحمد وكوارتس وليفر يا الله من فضلك شوفوا الكمية بتكسير والله سريع يا أخي شي شي جامد والله أنا شي جامد ما أبغى تدمج أنا يا أخي أبغطي البلوكة بس كل الطرق تأجي الأراما يا عمي سكرت ألو 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 والله بتكسر دروعة على كده هنا أنا أقول نرقى فوق أفضل لنا والله أنا كتب مني عشان ما تكسر دروعة هنا حرفية بتتكسر ما هي والله ملك الحمد يا نومت يا ساتر والله يطيح عشينا الحمد لله أنا معي فاير بروتكشن هنا بس في ال يا ساتر ماقمة يمكن إستفيد من الماقمة بعد نجمع على طريقنا يعني موبظر على المشي ما ماذا ؟ مالحيات 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 معنا كمية وبلوكات حلوة فأمرنا طيب إن شاء الله نقدر نطلع نقدر نحاسم هذا المكان تعيس ونرقى فوق والله مهمة النذر طلعت أصعب مما توقع لكن طلعنا بشيء جيد صراحتا يعني مدينا نسوي للكات النذر وحبات النذر كيف ننزل الحين ما علي ما علي مننا ميتي ما عندنا فذر فولك ولا شيء بس عادي اسمي صوت القاست يا ساتر هين نذهب الحين حلو بقيني 300 ملك الله يستر كيف نص المادري بس لازم سوينا طريق زي كذا طي في رقع فوق خلوه نرقى ونشوف شفيه والله في شي هنا حلو منطقة الزرقى حلوين وحسني بموت يا شباب ليش ما أدري حرفية ليش ما أدري إذا في بلوكات معي نادرة يا شباب علموني غير حقة النذر دي أو غير النذر رايت وصل كذا ويا ربنا ما حد ينتفنا ولا حد يطيحنا معنا لوتينك أمرنا طيبة الله عيني يا لبيح لو كنت أتمنى ما جاني صراحتا زي ما توقعت فوق حين هنا هنا ناشب شفوه بسم الله الرحمن الرحيم خرجني ويني ذا ثلاثة وبيا لوتينك والله شي مو طبيعي يال الحمد لله روح مع ذا الجهة لأنها أقرم بوتنا تمعنا نلقى بوابة الحين وندخل معها يعني جي 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 والله نقدر تكفو لا أموت لا أموت لا أموت لا أموت ناس اللي اندرفير والله ناسيها إن شاء الله نقدر حمد لله يا ساتر أنا كيف طحت كيف طحت والله أنا ما أدري أقسم بالله أنا ما أدري حمد لله أنا متل فيروب تكشر يا إلهي جعني مغسة يا إلهي والله العظيم بطني وجعني والله والله صدق لنا بطني وجعني بچ كذا قاعد أفكر مموت بتروح أغراضي سبحان الله سبحانه يا ساتر أنا أريد أن أروح مع نفسي الطريقة وأنا خايف أموت مرة ظانية يعني أن تجهز إندربير والله الحمد لله نجم معنا يا رجال والله شذع بحذر 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 قلت لها في نفس الوقت يمكن أن ألقى أشياء كذا استكشفها سبحان الله بغير نموت وبغير نجيب الإيد وما فكرنا فيها إلا في أخر اللحظة الاندربير هذي فكت لنا أزمة للحمد لله خلونا نشيل الأغراض هنا نجيب هذه الأشياء نبني البلوكات فأنا مشفت والله لو أطيح كذا عاد بحق والله يبحق جمع كم الاندربير على الطريق الله يا العيون الله يا العيون كم حبة ستة ومتاز يعني جبنا حبتين بقي هذا نذبحه بص ما هذا يطيح تكفى لا اطيح يشب ذا والله أنا اللي شبت حلو سابعة تعال انت موت ثمانية ممتاز هذه من فترة بسيطة بس كذا السريع الحمد لله أنا مشفتين ما اطلع منه ولا حبة ولا طاحت فلا أنا ما ادري بس غالب أنه ما اطلع منه ولا حبة هذه بوبتنا حمد الله وصلنا بالسلامة اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد بوبتنا السلامة واحد مادش يقول اوكي وصلتها المرحلة فيمكن تشوفون اشياء معي تقولون كيف جبتها يمكن لا ينسى احطها يمكن تكون في الحلقة الجاية ما تدرون عموما انا مليت المنطقة قبل شوي هنا عشان كنت اطيح كلي شوي في الكيف فقررت اني املي هذا المكان واذا خلصت البيت هذا او المكان هذا اللي يسمى المخزن راح اشيلة كامل وراح يكون البيت او المخزن هذا في الجبل كذا ليه لانه معنا بلوكتين مثل ما تشوفون وال ومعنا الاندربير بنسوي التليبورت بنحل سلف التليبورت انها جايزت لي مرة عجبتني وفوق كذا ما تخرر بشكل البيت بالبيبان وهذا الاشياء تقدر تدخل البيت بالاندربير والوال بس يعني تكون تحت مرة خلص يمجيك تنزل على تحت يمجيك ترقى على فوق راح نجيب اوه نسيت صدقون قعد افكر السؤال هو هل لو حطيت والفوقها بيضبط يعني يكون اقدر اروح من فوق الجبل ومن فوق البيت وقدر انزل من تحت البيت يعني اكون هنا مثلا وارقع على طول ويكون فوق بعد اقدر ارقع على طول انا مش قلت انا ان شاء الله فهمتوني الزبدة اقدر ارقع وانزل على طول فانا حددت الحين هذا المكان كله راح اشيله عشان يكون زي ما قلت لكون المخزن في الهواء لامانة الشفل حقي بطيه شوي مع انه يكسر ديرت بسرعة بس القراس بطيه 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 مرة انا كنت ناوي اني اخلص المخزن هذا في الحلقة ذي لكن غالبا ما اقدر الله غالبا ما اقدر يعني طولت لان الحلقة حسنا طولت وليل حين ما خلصت المخزن هو الفكرة اني اجيب الشكل حقه حلقة الجاية راح تكون تضبيط المخزن وراح تكون المكان هذا حلقة الجاية راح تكون لعبة ابا بعد الحلقة الجاية راح تكون هذا المكان راح يتضبط مثل ما تشوفون هذا راح يضبط ويصير مكان أخرافي بإذن الله والمكان هذا كله راح يضبط يسير كنا طريق الجبل يحاولني أسوي شيء لأن كذا مو بعجبني أبدا أنا ودي أن يكون هذه ممتدة شوي ومو مغطيها أي شيء فعبارة عن هذه البلوكات كلها تنشال عشان يعطينا شكل أفضل يعني حتى بالشدرز و هذا العشاء وهنا قاهرني سالفة ستون يبغان نضبط المكان أكثر وأكثر إذا ما تشوفون الحين أنا ودي يزي الليل عشان نوريكم بالشدرز كيف بيطلع المكان وأنا ما خلصته من بالكم يعني لو خلصت بيطلع شيء سطوري بإذن الله وزي ما قلت لكم الشكل مأخوذ من أو الخشب المستخدم من منطقة دي فقلت ما لدعي أني أروح أغير واجيب سبروس وود أو كوود عادي ولا أي شيء ثاني المنطقة حقتي كلها بنفس الشكل بإذن الله إلا مكان حق السبوان هذا لعالمين قبل شوي قلتكم بضبطه بإذن الله راح يكون شكل غير احتمام ما يكون خشب بإذن الله ما راح يكون خشب لكن ليلح ما في التصميم في بالي فبإذن الله بلقى تصميم كويس ضبطه بشكل خرافي بإذن الله وبضبط طريق وبضبط المخزن فمثما قلت لكم الحلقة الجاية راح تكون آفا بإذن الله حلقة اللي بعدها راح تكون الحلقة المنتظرة لتضبيط المخزن وهذا الأشياء أنا مللتكم سلفة التكسير بس أبغى نزل الليفل إلى شيء تحت يعني مثلا ليه هنا تعمتوا خلونا نشوف بالشادرز كيف يطلع المكان شمس شكلها مزعج شوي بس شوفوا كيف يعني ما تضبط المكان صراحة بس اللي النارات معطيه شكل أنا ودي يجي الليل عشان نشوف كيف يا أخي حسنا كذا ماش ما طلعت ملامح المكان فهمتوا أو شي خلونا نسوي المكان هذا اللي قلنا لكم عنه حق الوال سوي أحبه كذا عشان ما تخرج بالمكان ونرمي عليه اندربير وبعدين ننزل تحت ولا نرقى فوق هذا المكان شوفوا كيف مترقع هذا اللي غابني شتكيه مترقعي مرة وما أقدر صراحة أني أشيل هذا المكان وقد أضبط لأنه بيأخذ وقت مرة طويل يعني أنا الآن قاعد أكسر لي فترة طويلة بسبة الشفل حقي أقدر أني الآن أشيل التطوير حقته وأطور شي ثاني بداله لكن يبت بس تغل هذا الشي وبدمد أشياء ثاني بعدين مع الوقت لأنه الآن زينا هذا فنحاول نرقى فوق ونسوي كذا ونحط اندربيرل هنا عشان ننزل حبه كذا كيه والله إن شاء الله إنه كويس يعني صراحة ما أدري كيف بيطلع والله إني ما أدري كيف بيجي بس خلنغطي هذا المكان زي كذا يعني زي كذا واحدة كذا واحدة كذا حلو طيب الحين مش نجيب نجيب الوول طبعا جبت الكاكاو أو بذور الكاكاو وراح أزرعها بإذن الله عندي عشان يكون عندي ألوان كثير أقدر أستخدمها في البناية والوول وهذا العشياء والله شتاتي شكلها فول كلها طيب خلونا نجيب مثل ما تشوفون عندنا هنا ثنتين نقدر نستخدم ولا خلو ناخذ واحدة بس توقعنا تكفي عندنا هنا واحدة وعندنا حبة هندر بير واحدة ونقدر ننزل على تحت أوكي هذا مكان الوول فنكسل على تحت زي كذا حلو أبغان نموت ما شاء الله الكريم حاول نشمع المكان شوي حاول ناكل عشان ما نموت ما لا داعي نموت والله ما لا داعي نكسر حبة نسوي كذا ونجيب الوول نحطه هنا نحن نحطه على الاندر بير طيب كذا نقدر نروح فوق ونقدر نروح فوق ونقدر ننزل تحت ونقدر ننزل تحت فنشمع المكان هنا وكان المكان مرقع صراحة بس يعني لو جينا من تحت على طول ننزل على تحت ونكمل هذه لأن هذا المكان كله كله بإن شاء عشان يكون مثما قلت لكم المخزن هذا أبو يا ترقيل هنا يا ساتر مخزن في الجبل كذا في الهواء يعني كل مبنى حقنا في الهواء فلازم أنه يكون هذا شيء في الهواء والله شيء جميل صراحة اللون البرتقالي ذا الخشب لقيت مقطع في اليوتيوب يسوي التصميم هذا لكن عدلت في تعديلات وأغلبكم يقول التصميم هذا قد شفناه عند يوتيوب تصميم ما أخوذ من اليوتيوب لكن أنا عدلتها بالبلوكات اللي أبغاها بالشيء اللي أبغاها لأنني أنا أبغى المبنى يكون في الهواء لأنه عندنا سالفة الوال هذا الوال والتليبورت مرفك أزمة بشكل مبطبيعي مجرد أن نروح فوق نكمل على فوق كذا خلاص والله نبغى ننزل ننزل حبك كذا الوال هذا ما رح يخرب المكان ولا رح يسوي شيء طيكم العافية جميعا إن شاء الله استمتعتون أراكم على خير في أمان الله سلام